قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحفي دوري إن الصين ترحب بالتعاون والتفاعل الودي بين كوريا الجنوبية وكوريا الديمقراطية قامت كوريا الديمقراطية وكوريا الجنوبية بسلسلة من التفاعل النشط والودي خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونجشان وباعتبار الصين جارة للبلدين فإنها ترحب بتلك التطورات وتدعمها نأمل بأن يمتنع جميع الأطراف عن اتخاذ إجراءات تستفز الآخرين وتكثف الصراعات ونأمل أن تحافظ جميع الأطراف على استقرار الوضع في شبه الجزيرة الكورية وتعمل على خلق جو للحوار والتفاوض كما نأمل بأن تغتنم كوريا الديمقراطية والولايات المتحدة الفرصة وسوف يعمل المجتمع الدولي سويا لدفع هذا الأمر